لما تيجي تحجز الامتحان الامتحان يبقى ليه كود زي ما انت شايف اللي هو اه الكود بتاعنا اثناشر سبعمية اخداشر ده الامتحان عبارة عن ايه قالك الامتحان عبارة عن مجموعة من الاسئلة اللي هي ايه اه ده الايه الامتحان ممكن يبقى فيه برضو عندك اه حاجات اللي هي زي او عندك الامتحان هيكون على واوي يعني هيكون امتحان مش هتحتاج تروح في حتة وامتعد في البيت هتمتحن الامتحان طبعا الامتحان في انجليل في الصيني احنا هنمتحن النسخة الانجليزي بتاعتنا الامتحان طبعا ميتين دولار اه هواوي هتوفره لك اه افضل اربع طلاب هتاخد الايه المنحة مجاني اللي هو هيقدر يكتاز الايه اه الامتحان الامتحان مدته تسعين دقيقة اه الامتحان ستين سؤال هيبقى عندك ستين سؤال موجودين النجاح من ستمية ده الايه ده الباصل بتاعنا من ستمية لو انت مسلا هتنجح يبقى انت لازم تجيب ستمية فيما فوق ده في وليس اللي احنا تكلمنا عليه قبل جده احنا قولنا عشان تاخد شهادة الفضور يبقى انت لازم تعدي في الموك اجزام بتاعنا اللي هو الامتحان الترايل اجزام تحان تجريبي ده تعدي فيه على الاقل تجيب ستين في المية من الايه من الدرجة اللي عندك عشان تاخد شهادة الفضور وتعمل ده الامتحان في المية فيما فوق وتحضر معنا اللي احنا هنعملها مع مرة ده بالنسبة للايه الامتحان طيب هتجي تبص هنا بيقول الامتحان بتاعنا بيكبر اه ده بيكبر الشهادة بتكبر الايه الكلام ده لازم يكون عندك معرفة عن الايه عن طب انا اللي احنا اتفقنا عليها هتلاقي مشروع فيها اه هقولك على فيديوهات معينة لانتدي اللي انت تزاكرها وتهاي لايت عليها علشان يبقى عندك ده قوية في الايه اه في النتورك بتاعنا لان احنا هنا ما بنكونسنتريت ما بنعملش على اه النتورك ايه بيزيكس على قدم احنا بنحاول نشوف التكنولوجيز الخاصة بالايه بالسيكيل بنتكلم برضو عن اللي انت ازاي تشوف لو في عندك سريد تهديد وازاي تقدر تبنعه وتعمله متيجيشة على الايه على النتورك بتاعتك بتكلم عن بتاعت الفايروولد بتكلم عن اللي هو بتكلم عن حاجة اسمها او او اللي انت ازاي توفر اللي انت ازاي تعمل منجمينت لليوزر اللي موجودين عندك في الانترابريل على الفايروول اللي موجود عندك بتاع هواوي وازاي تتعامل مع الانكريبشن والدكريبشن تكنولوجي اه برينزيبلز ان دايه ايه اللي موجود عني. زي تتعامل مع اه الانكريبشن والدكريبشن وازاي تطبق على الايه الانكريبشن والايه والديكريبشن. طبعا اه هتقول لي الفرق ما من الشهادة بتاعت الفيدي اه والفيدي راتبال فور هقولك اللي هم كانوا ضيفين بعض الاجزاء اللي بتخص لايه? الاتشينيز يعني اه بيبقى عندي بعض ال 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 اللي موجودة او ال ال اللي موجودة كانت بتبقى تخص مين الاتشاينيز واحنا طبعا زي ما احنا عرفين هنا بتاعتنا الانجليش او احنا شغالين في اللي هو الايه اللي هو العام فتابة الحاجات دي لازمت ايه تتفلطة يعني فيه بعض او الحاجات الخاصة بالايه بالاتشاينيز فهم بدأوا لهم عملونها ايه اه لان الحاجات دي بالنسبة للناس اللي بتاخد اللي مش ايه مش مهمة اوي هو يهموا الحاجات الايه اللي موجودة بس طبعا هيلايت برضو على على الاجزاء الخاصة بالايه برضو معنا في الايه في الايه في الماتيريالز بتاعتنا هيشيل اجزاء نظر كتير هتلاقي في اجزاء نظر برضو متشالة كتير من الايه من الماتيريالز اللي موجوده. هيبتدي يركز اكتر على بتاعنا. هيبتدي يشوف الحاجات اللي هي بتاعتنا بقى ازاي تكون فجر وزاي تتعامل مع الايه مع الفاصة بالايه. طيب هنتكلم هنا على الايه النسب بتاعت كل جزء في الامتحان. وده اهم حاجة. يعني انت ما تيجي تذكر اي حاجة لازم ان انت تشوف النسب متوزعة ازاي? علشان تقدر تركز الايه المذاكرة. عدل النسب بتاعتي. كان زمان النسب دي كلها فيه بتاخد النسب عالية. وفيه عندك بتاخد نسب ايه? اه اقل. فهو دلوقتي قسمهم بالايه بالتساوي. يعني في بعض بالنسبة لك هتاخد خمسة في المية. فالتوبيكس دي انت هتمشي عليها وتايه? وتبص عليها على السريع يعني. يعني ايه ما تركز فيها قوي. يعني ما هي عليها اسئلة في الامتحان بس مش ايه? مش كتير. اللي هي التوبيكس الكامل خمسة في المية. تركزك كله على التوبيكس اللي الايه? العالية. اللي هي مسلا زي ايه? ايه? اه بيزيكس اساسيات النتوورك بتاعتنا اللي احنا ناخده ان شاء الله النهاردة مع بعض. تمام? وايه? وعلى النات كل دي الخاصة بالايه? فانت هتركز على الايه? على الاجزالية. طبعا فيه عند الجزء اللي هو الاخير بتاع الابليكيشنز دي اللي هي تبقى اللي موجود عندنا. اللي انت زي تتعامل مع زي تتعامل مع الاس اس ال 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 الكلام ده كله ده ايه? عشان كده هتلاقي ده واقد اكبر ايه? فضل من الايه? في الامتحان. ده عنده خمستاشر ايه? آآ في المية. ده التوزيع التوزيع دي مهمة جدا. اللي انت ايه? اللي انت بتبص عليها قبل الامتحان. علشان لو انت هتدخل الامتحان الدولي. يعني خلي بقى لك كل الكلام ده. مش لكل الناس. بس انت محتاج ايه? تعرف ونفترض في يوم الايام. اللي انت اه حبيت جالك منحة او تدخل الامتحان اللي هو الايه? الدولي. فانت ايه? هتحب تبص على الايه? على الكلام ده عشان تعب تذاكر ازاي. هنا طبعا بيشرح لك الامتحان اللي هو كل جزء من دول بيجي فيه مكموعة من الايه? من التوبيكس. فهو يبتدي يقول لك اللي الجزء ده مسلا. ايه الحاجات اللي انت محتاج تعرفها في الجزء ده? كل الكلام ده احنا ايه? هنقوله ايه? ان شاء الله مع بعض. فده طبعا ايه? لما نغطي الكلام ده كله مع بعض ايه? هنبتدي نعلم عليه في الايه? اه في الطايم تيبل اللي موجودة عندك. المهم ده كلها ايه? الحاجات اللي انت مطالب تكون مذاكرها علشان اه ايه? تبتدي اللي انت تخش الاجزام وتبتدي تتعامل مع الايه? مع الاجزام بشكل كويس وتبصل ايه? الاجزام بتاعنا طبعا هنا الريفرنسز اللي موجودة بيقول لك الكورس بتاعك بتاع ايه? اه بتاع طب انا محتاج هنا اعرف زيادة او احنا هنمشي ازاي? قال لك هتيجي هنا عندك الايه? بتاعنا اللي هو بتاع الايه? بتدريب. هنا زي ما احنا شايفين تدريب بتاعنا اه خمس ايام عمل موجودين. هنتكلم في كل اه يوم عن بعض الايه? طبعا ممكن ما نبدأش بالايه? بالترتيب في بعض الحاجات انا بحب بسبقها عن حاجات معنا. علشان الدنيا تبقى ايه توضح ايه? اكتر بس في الاخر هنكفر الايه? اللي موجودة عندك فين? في الطايم تيبول الماتيريال زي ما قلت لك تقدر تعملها عشان تقدر تتابع معنا. لو في اي مشكلة تقدر تتابع في الايه في الماتيريال اللي موجودة عندك على الايه? على اه السيستم عندك فيديوهات سواء بالعربي او بالانجليزي عندك كل حاجة. يعني ما فيش حاجة نقصات اللي انت ممكن ايه? اه تقول عندي جزء مسلا فيه او ايه? او نقصة في الايه في الجزء ده انت عندك كل حاجة. يعني عندك الكتب موجودة اللي واتيك موجود. وعندك الفيديو كلها على على اللي انا بعتها لك برضو ايه? هتبتدي تزاكر. على الفيديو الجديدة اللي انا ممكن اضيفها. هتبتدي برضو ايه تزاكر. حد عنده اي سؤال بالنسبة للجزء ده كله? احنا وضحنا. الدنيا هتمشي ازاي? والايه? والامور بتاعتنا هتمشي ازاي? هل في اي اه سؤال بالنسبة للجزء ده?